تبين أن الجيش الكوري الشمالي قام بنشر مدافع مضادة للطائرات على الجبهة مع كوريا الجنوبية بعد قيام نشطاء التحالف من أجل كوريا الشمالية الحرة بإرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج في شهر إبريل الماضي وكان نشطاء التحالف قد كشفوا في أواخر شهر إبريل الماضي عن مقطع فيديو لإرسال بالونات ضخمة تشمل 500 ألف من المنشورات المناهضة لكوريا الشمالية عبر الحدود وقد تم التأكد من أن جزءا من تلك المنشورات عبر الحدود إلى الشمال وأن السلطات الكورية الشمالية استولت عليها وقد شنت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي هجوما حادا على كوريا الجنوبية بسبب إطلاق تلك البلونات ووصفت ذلك بأنه استفزاز بحق كوريا الشمالية لا يمكن التسامح معه اشتركوا في القناة